عندنا عندك أرقام لمسيماني مثلاً أنت مسيماني خلال الفترة كان عمل أرقام ممكن تقارنها ببدايات مثلاً جوزيت ببدايات إن شاء الله بيكون مدرب على مستوى مستوى كبير يقعد معنا فترات طويلة رأيك الفني كمان في مسيماني الفترة الفترة اللي قضاها مع النادي الأهلي وشايف مستقبله إزاي شوف هقول لك فاكر إحنا ما كنا في حلقة من فترة كده كنت بقول لك إن مسيماني دايماً عشان تحكم على المدير الفني بتديره عشر مباريات هو لعب حتى الآن إيه ثلاث مباريات في الدوري ومباريات الزهاب والعودة خمس مباريات المفروض نظرياً لسه حنستنى شوية خمس مباريات عميات عميات كده عشان نحدد لكن إحنا بنتكلم أنا قلت لك في حاجتين مهمين جداً كان مجلس الإدارة موفق جداً جداً في إنه يجيب مدير فني زي مسيماني لأن ماشي فيلر زي نفس الكلام اللي قلناه على كارتيرون في الزمالك ماشي المدير فني في مرحلة حساسة بهذه الحساسية داخل على طول قبل نهاي ومع فرقة إيلاً فرقة من المغرب وبتحسم الدوري وكل الكلام ده ممكن يضمر فرقة حتى لو جبت مثلاً هقول لك جوارديولا أحسن مدير فني في العالم هتجيب المدير فني هو يعرف ده مين ولا ده مين ولا ده مين على بال ما يعرف يكون الدورة خلصت مش هنقلل من قدرات أي حد لكن هو إيه زكاء إدارة الألف إن إيه جابت مدير فني هذا المدير الفني آخر ما تشاته في أفريقيا كانت قدام الأهلي يعني أصعب أكتر فريق المدرب يدرس الفرقة هو المدرب المنافس اللي هو هجيه هلاعب الأهلي ماتشين وفي دور التمانية ومعاها ذكرى بتاعت خمس أهداف قبلية وكل ده فأنا إيه بجهز كل كبيرة وصغيرة أما جيه لأ نفسه عارف عني معلول وعارف ربي ربيع عارف عن محارس بتاع الأوضة عارف بالضبط عارف كل حاجة عن الفرقة فأنت كنت موفق جداً إنك تيب مدير فني عنده الخبرات الأفريقية لعب في أفريقيا سبع سنين بيلعب مع سان داونز وعارف الوداد كمان دا كمان لعب الوداد في المسلم دا لعبه مرتين كمان يعني عارف يعني كمان دا مش دارس النادي الأهلي دا دارس كمان الخصم اللي هيلعبه النادي الأهلي فأهم مباراة بالنسبة له كانت مباراة الوداد الأولى لأنه عارف كل حاجة عن فرق أفريقيا فعارف فرق المغرب اللي لعبها كتير ترجمة نانسي قنقر